و13 فرق راحوا دوره وما لقوا أحد وقالوا ما موجود وعامت الشيعة بعد ذلك رفضوا هاي الفكرة من آمن منهم فريق واحد آمن من 14 فريق أو من 20 فريق بعضهم يقولون آمن أنه هذا عنده ولد يابا ممكن صدقوا بعض الناس سرًا ذول النواب الأربع الدجالين كان يكذبون عن الناس يقولون ها سرًا محد ما يشوفه بس احنا نشوفه وحدنا وإحنا قد نتصال بي وعنده كذا وكذابين كانوا كذبوا مواضح مفتوحين لأنه هذا الكلين كتب الكافي في زمانهم في فترة غيبة صغرى موش شكل طيب هذا الكافي شم حديث صحيح به 16 ألف حديث موجود فيه 2000 حديث صحيح حسب العلامة الحلي عفوا حسب العلامة المجلسي طيب وعندك 9500 حديث كذب هذول اللي هم يقولون والناس يقولون أكثر من هذا بعد زين ليش ما الإمام المهدي داموا على صلة مع الإمام المهدي محمد الحسن العسكري ليش ما صحح كتاب الكافي ليش ما كتب إنه كتاب فقهي خلال الشيعة بعد مئات السنين يعملون به ليش ما كتب كتاب أحاديث يجمع أحاديث أهل البيت وهو راح يغيب غيبة كبرى وغيبة صغرى إي خلفت كتاب إليهم وين ليش ما كتب معناتنا ما موجود معناتنا كذب هذول دعاية وافتراء وخرافة أسطورة ما موجود الحقيقة لذلك مثلا حتى النوبختي عندما صارت عند مشاكل وكتب يتحقق من أجهة يرادزها لأقوم قال نشوفه بالله هاي كتب صحيح أو مو صحيح يستعين بعلماء قوم معناتنا أنه ما عنده رابط مع أي أحد شلون صار نائب ما أدري ادعى أنه نائب هاي ادعاءات فارغة جوفاء ليس لها حقيقة فشوف يا أخي العزيز أنت الآن يعني تنظر الأمور من خلال عيون القرن الرابع كأنه عندك تصور للتاريخ فيه إثنى عشر وفيه إمامة وفيه كذا وهذا جاءت ناقشت أنه فيه ولادته أو فيه فهي مثل محمد بن عبد الله الأفطح روح أقول ابحث في هذا الموضوع إذا آمنت بابن عبد الله الأفطح محمد بن عبد الله يمكن تؤمن به محمد بن حسن العسكري وإذا ما آمنت بذاك ما يمكن تؤمن بهذا نفس القصة نفس الكلام أما أنه هو المهدي لمو مهدي هاي في الصفة أخرى أول شيء إثبت وجوده ويقول هذا هو إمام وبعدين نقول غاب وبعدين نقول هو المهدي وهكذا تم في التاريخ أول شيء كان كلام نزاح حول أكون عنده ولد حسكري لو ما عنده ولد فإمرأة جارية من جواري ما كان متزوج هو كان عنده جواري الجارية دعت أنها حامل استبرؤوها انتظروا حتى تليل شافوا ما شيء ما شيء على بطنها والقصة اللي يجيبوها قصة حكيمة قصة مضحكة جدا شوفت شون القصة أنت شوية تأمل فيها وأنظر فيها ودرسها وشوف الصدق بينه مصدق يقول لك الإمام العز هاي قصة موني جابها الشيخ صدوق بعد مئة سنة الشيخ محمد بن علي ابن بابوين صدوق في كتابة مال الدين يذكرها القصة قصة حكيمة عمّن من الروايات هو يقول ذلك كذبين الناس ضعاف وكذبين ومقطوع الرواية فهد واحد كذب اختلاقها طيب اختلاقها أوكي بس شونا القصة خلنشوفوا شونا القصة يقول إمام العسكري في اليوم الأيام قل للعمتة حكيمة يا عمّة تعالي رح يصير عندها مولود اليوم فهاي عمتة عجبت عايشة هناك يمّة قلت لمن هاي من الحامل من جواريك ما أشارك وحده حامل ما أعرف وحده حامل هذا دليل عن نفسي مو دليل إثبات قال لها نعم يا عمّة من فلانة من نرجس قلت لها عجيب هاي نرجس ما نبين عنها أي حامل اليوم رح تليد قال لها إيه اليوم رح تليد رح سألت نرجس قلت لها أنت حامل لا المو حامل مني قلت لك أنا حامل تعجبت يا مرة تعجبت مو حامل قال لها رح تليد زيان هاي رواية 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 اسطورية شوفوا 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 رواية غير معقولة وعجيب أقول مشايخ الطاعف الأوائل شلون تكون أقول مثل عصافير وصدقون بهالروايات هذه وإحنا أقولنا أكثر من عصافير أقول زرازير رح نصير إذا صدقنا بهالروايات يقول لك قالت لها أنت رح تليد ولا شيء على بطني قال لها تليد وها ظلت تنتظر ستحصل قريب الصبح وما بيان أثر ولا ولا حاس ولا شيء زيان هناك تقول شكت شكت بقول العسكرية من أول يوم نحزم الشكين من أول ساعة قال لك مو حامل مو حامل لماذا تبقي للصبح الشكين زيان ظلت تنتظر للصبح قريب الصبح قريب الفجر فهي قالت هذا مو حسن العسكري لم يكن أثر حامل فهو ألم ألم الغيب اغداع من ذول الغلات ينسبون ألم الغيب للأم فأعرف ما يدور في دين وقال لا يا عم صبر شوية بعد راح تلد هناك عسيت نميت ماذا شنو صار غرب في الجدار بينه وبينها نامت نقول ولدت هاي مرة أثناء نوم ولد وهم نامت مرة ثانية بالطيف كأنه شايف طيف منام حقيقة شيء إذا القصة صحيحة مثل منام الفيلم فيلم فيلم هندي تمام قال بعدين الصبح اجوا الطيور طايرين من السماء اجوا أخذوا ولد وراحوا قاعدة الصبح ماكو ولد عم ما تعرف المرة هي نفسها ما تعرف حامل وما شافت الولد وقاعدة والصبح شافوا ماكو ولد هاي القصة اللي جيبوها على ولادة محمد بن حسن عسكر بلله صدق بها انت انت رجل مثقاف وعاقي ويعني متدين إذا واحد قال لك تشير رواية شوية فكر فيها شنون طار الأخض الطيور طار يعني ما ممكن شي وبعدين ورغ مدر الاربعين يوم يشوفت صحص رجال كبير أولد كبير كلي صار قالت نعم لأننا أبناء الأئمة يكبرون باليوم قد أسبوع بقيد شهر وبقيد سنة هذا بسرعة بسرعة كبر شنون الخرافات شنون الأساطير مسويها دين وقاعدين تعيشون عليها وتشوهون سمعة أهل البيت وتشوهون سمعة الإسلام بل خرافات والأساطير وتدعون وأي واحد يناقش به هذا صار ظلم ظهل صار كافر صار مرتد صار فاسق صار ناصبي عمي شوية خلقتكم عقل وضرب هالروايات شنون تراث هذا هذي روايات اللي ثبتون بها وجود محمد بن حسن العسكري ولادته مقه غير رواية أخرى روايات روايات حكي إي أبو قلي رح يولد إي ولد إي شفنا من هو شاف من هو روا وين ماكو أي شي وبعدين وين نيش يغيب إذا الله معينا إمام للأمة الإسلامية